بعد البساج الفضيحة للحكمة التونسية سامر حسني اللي لقت رفض كبير ياسر من قبل المتفرجين التوينسا والناس اللي تبع في برنامج جيمالا بيس على قناة التاسعة مع نوفل الورتيني كل نهار سبت لقت انتقادات كبيرة ياسر خاصة وأنها صغيرة في العمر وخاصة وأنها حكمة وعندها مستقبل خير من اللي هي تعدي فيه في قناة التاسعة ومليار ذات روحها أنها تعدي في التلفزة قديم الناس الكل اللي تفرجوا فيها وشفنا غضب شديد وموجة استهزاء كبيرة ياسر من البرنامج من نوفل الورتيني وكذلك من الحكمة سامر حسني اللي برشة كليم تقال عليها الحقيقة في الموضوع وشفنا في الهجمة الكبيرة اللي عملوها الشعب التونسي على البرنامج وعلى نوفل الورتيني برشة منهم طالبوا الهايكال هيئة العليا المستقلة للاتصال السامعي والبصري طالبوا أنه تدخل الهايكال في الموضوع وزيدة تصلت عقوبات على البرنامج ما كم تعرفوا أنتم إذا كان الهايكال بش تدخل في الموضوع هذيها معناها بش يتم تسليتي إما عقوبة مالية على القناة وإلا يتم إيقاف البرنامج برنامج جيمالا بيس لفترة معينة تنجم تكون العقوبة شهر شهرين كما صارت مع بقية معدة برامج أخرى معناها عامل التجاوزات وخلافات وكل شيء لكن المؤكد اليوم هو أنه هشام سنوسي عضو الهايكال أكد في تصريحات ليه اليوم وقال اللي هو بش يتم استدعاء الممثل القانوني لقناة التاسعة بخصوص الخروقات اللي اتضمنها برنامج جيمالا بيس والفقرة هذي كان بتاع الجو اللي فيها برشة إحاءات خايبة برشة ولا أخلاقية وما عجبتش توينسا والناس اللي تتبع في البرنامج وخليت نوف الورتيني يعتذروا يطلب اسمح من جمهوره العريض تعرفوا لهيكا كيف تدخل معناه فما قرارات وإجراءات بيشتخذهم في حق البرنامج ما تنسي واشتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا جرس بش يصلكم الفيديو القادم